اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب بضافي في هذه الفقرة دكتور احمد ثابت ازاك يا دكتور الحمد لله تمام مبارك كله تمام هنكمل بقى كلامنا عن اهم نقاط الضعف والقوة المتواجدة في نادي سانداونز وكيف يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في مباراة اليوم بعد ما عرفنا التشكيل النادي الاهلي بشكل رسمي خلينا نروح اقول لحضراتكم مرة اخرى تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراة محمد الشرناوي لحمد فتحي محمود متولي ياسر ابراهيم علي معلول ثم اليو ديانج وعمر السلية اتنين قلوب في وسط الملعب ثم حسين الشحات واجيه على الاطراف ومروان محسن في الرأس حربة وحيد في هذه المباراة ايه رأيك في تشكيل النادي الاهلي دكتور تشكيلها كويسة جدا بالتأكيد بصراحة احسن حاجة والبدء بحمد فتح الخبرات وفي الناحية في الجابها اليوم ليه؟ لان الجابها اليسرى عند سانداونز جابها قوي جدا بيروح فيها زوانية وبيروح فيها سريين وحتى تشكيل سانداونز نزل خلينا برضو نقول تشكيل رسمي مونيانجو في حراسة المرمى مادشة وريكاردو اتنين قلوب دفاع وليبوسة واحد ناحية الشمال واحد ناحية اليمين ثم كيكانا ومابوي في وسط الملعب ونحط مارك كده على زواني ده لانه واحد من اهم اللاعبين في هذه المباراة زواني لاعب نادي سانداونز ثم جالي ثم سيرينو وفيلا كازي في الأمام مرة تانية نقول لحضراتكم تشكيلة النادي ده سانداونز ونادي الأحلي تفضل يمكن تشكيلة سانداونز هم بيلعبوا بالطريقة دايما يمكن اسلوب لعبهم او فكرهم بيلعبوا دايما باربعة اربعة اتنين دايما هو فكره اربعة اربعة اتنين طيب ايه المشكلة اللي كانت عنده قبله المباراة وهو عمل ايه في التشكيل او الفكرة بتاعته ايه المشكلة عنده ان هو الباك اليمين الاساسي بتاعه نجونجا مش موجود والجناح اليمين مورينة مش موجود مصابين وبالتالي هو جاب مابوي اللي هو المفروض من ناحية المهاجم حطه كجناح وبيلعب باتنين ارتكاز جالي وكيكانة وماديشة اللي هو قلب الدفاع والده كباكي مين اللي هو رقم اتنين ده كباكي مين ليه باكي مين تحديدا هو من واحد من احسن المساكين عندهم المميزين بتلعب بضربات الرأس وفي تحضير الهجمة من الخلف فالتشكيل بالضبط بقى بالشكل ده اللي هو اللي بوسة ريكاردو ارانديس ماديشة كباكرايت مابوي وزوانيه على الاطراف جالي وكيكانة اتنين ارتكاز قدام سيرين وفلاكازي هم طبعا اسلوب لعبهم بيعتمدوا على ايه بيعتمدوا على اسلوب لعب الاستحواز زي النادي الاهلي بالزبط يعني هم تالت اكتر فريق في البطولة في نسبة الاستحواز رقم واحد النادي الاهلي رقم اتنين نادي الترجي رقم تلاتة نادي سانداونز اذا انت بتقابل فريق بيمسك الكورة بشكل كويس جدا طيب هم بيحضروا الهجمة ازاي النهاردة الاعتماد على مديشة كباكرايد ده بيأكد الفكرة بتاعت اسلوب بناء الهجمة بتاعهم ازاي هم دايما عندهم بانيانجو من احسن الحراس طبعا في الكارة الافريقية طبعا بيحضروا الهجمة دايما على الباك اليمين ده والمساك اليمين دايما بيعملوا مجموعة من التمريرات بيفضل يجمع اللعب وبعد كده تلاقي اللعبة راحت عند كيكاني كيكاني بيعمل حجم اللي اتنين لا انا شايف كيكاني ده لازم تضغط عليه مهم جدا ليه عشان كيكاني قدامه حلم اللي اتنين الحل الاول يا اما بيلعب التمرير الطولي لفلكازي فلكازي ده استايل المهاجم اللي هو المحطة اللي هو السريع عنده سرعات وفي نفس الوقت طويل القامة لكن سيرينو هو المهاجم اللي بيتحرك بشكل كويس دايما الكرة اللي بيتحرك مع كيكانة بيلعبها لفلكازي في ظهر الدفاع دي اللعبة الاولى اللعبة التانية يوم لعبها الجاني دي رقم واحد دي اللعبة الاولى فيما يخص كيكانة اللعبة التانية من كيكانة لجالي وجالي بيقم حضر عجبها اليسرى القوية عندهم يعني بجالي ده اللي هو الارتكاز التاني واحد من احسن احسن ارتكاز في دور المجموعات في دورة ابطالق افريقيا يعني جالي ده كسحة الجان يعني هو بيحاول يعمل اه هو جمع اللعبة هنا بعد كده يقم رحل النحية التانية خالص المساحة الفاضية المتواجدة لو في مساحة الفاضية مهم جدا 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 في المبرازة دي دي اللعبة التانية اه احمد فتحي من احسن باكي مين في مصر مميز دفاعيا اه وكل التأكيد اه وبالتالي وخبرات كبيرة جدا لما يلعب عليه لما يروح عليه زوانيه ويروح عليه سيرينو ويروح عليه في الاكازي ويروح عليه زواني وغير انطلاقات لبوسة وبالتالي جابهة احمد فتحي دي هيبق عليها شغل كتير جدا على المستوى الدفاعية دي اللعبة التانية يا دكتور دي. ليه? لان ادفاع الاهل هيبقى متقدم. فهيديك هيلعب تمرير طول من خلفنا. ايه. وبالتالي محتاجين ان لازم يكون في ثلاثة وراء. احمد فاتحي محمود متولي ياسر ابراهيم معلول هيطير. واحمد فاتحي بيعمل التقطيع عملية الكافرينج. لازم يكون في ثلاثة وراء مدافعين. اوكي. دلوقتي خلينا نقول ان لازم يبقى في دايما سلاسي. سلاسي في خط الدفاع. في خط الدفاع النادي الاهلي. احمد الفاتحي هو اللي بيرحل دايما. هم دول السلاسي وهم دول اللي بيرحل. اه. ده في حالة لو اه اه علي معلول صعد للامام. اه. هي ده اسلوب بناء الهاجمة بتاعهم. وازاي بيلعبه? ازاي بيديك تمرير طولي. اما بيديك تمرير طولي. اما بتترحل اللعبة ناحية الشمال. عشان كده وجود احمد فاتحي النهاردة مهم. طب ليه ممكن يكون فضل محمود متولي? انا شايف عشان السرعات. اه. فريق بيلعب على بشكل سريع جدا. فممكن يكون هو فضل محمود متولي. الحاجة التانية برضو ان محمود متولي من اللعبة اللي بتحضر الهاجمة بشكل كويس جدا. اه. وهو هيخلي ياسر ابراهيم مع فلاكازي كالتحامات هوائية. ومحمود متولي مع سرينو. اه. ده اللي انا اتوقع. غير كده برضو ان متولي عنده عملية الزيادة. يعني لو لعب في وسط ما لعبه. هتلاقي ان محمود متولي هو المنطلق. دايما هو اللي بقى نطلق. ازا دي اللعبة الاولى اللي بيعتمد عليها نادي آآس في آآ ترتيب اللعب ثم كيكانا وكيكانا الفلاكازي. او بدي لعبة الاولى. اللعبة التانية اللي هو بيديك التمرير الطولي. لو في مساحة فضيةد. اه. يقدر يلعب عليها دي اه اول نقطة طو Lynn. ادان دي النقطة الاولى. بالنسبة لنادي آآ النقطة التانية. آآ. النقطة التانية بقى. هم دايما بيلعبوا اربعة اربعة اتنين. فانت لما بتتكلم في فريق بيلعب اربعة اربعة اتنين. اه. يعني بيلعب على الاطراف والكرات العرضية. هم بيلعبوا اربعة 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 اتنين هي الطريقة المستخدمة. اه اربعة اربعة واحد واحد يعني. اللي هو سيرينو. اللي هو دي اللي موجودة قدامنا. طيب تمام. اللي هي سيرينو تحت في الاكازي. وبالتالي بيعتمدوا على الاطراف بشكل كويس جدا. اه. دي دي حاجة مهمة جدا يمكن. لو شفنا اول حالة فنية معانا هلاقي عندهم يا كابتن اسلام كسافة عددية رهية. اول حالة فنية فيديو. اه فيديو. طيب خلينا نروح لنشوف الحالة الفنية هنا في الالتضل. دي دي اول حاجة ده ده تنظيمة الدفاع بتاعهم. اه. الصورة الاولينية اللي معانا هلاقي ان هو ادي اربعهم دكي كان وجالي في وسط الملعب ومبوي وزواني على الاطراف وقدام بيبقى سيرينو. هما اللي بينزلو تحت. اوكي. اربعة اتنين. اه. دي اول صورة معانا بتبين ازاي هما بيقفوا. على فكرة هما اتطوروا بشكل كبير جدا على المستوى الدفاع على السنة اللي فاتت. اه. ويرجع الفضل من وجهة نظري للحارس. اه. الحارس نسبة تصديات واصلة لستة وتمانين في المية. هما على فكرة اعلى في دور المجموعات كله. اه. واقوى خط ادفاع في دور جنوب افريقيا. تمام. وبالتالي هما تحسنوا على المستوى الدفاعي. اه. ده شكل الدفاعي في وسط الملعب. اه. وفي نحلة جميلة لما تكون الكرة مع. مع الاهلي. اه. الاهلي. طب تمام? خلنا بقى نروح للفيديو الاول. اه. بص حدك الزيادة العددية. بص الزيادة العددية دي العرضية تلاعبت متجابها الشمال القوية. رجعنا تاني سمين لو سمعت. اه. بص الزيادة العددية دي واحد اتنين تلاتة اربعة. في كرة عرضية عادية خالص. بتتلاعب عرضية هتلاقي في زيادة. زيادة بص واضحة جدا هنا. اه. في اهو. واحد. سانية واحدة. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. اه. تمام. وبالتالي وفيه واحد رابع كمان اهو لو. يعني لو ارتدت ممكن ترجع له. اه. وبالتالي اربعة. اهو. اهو. اتنين. دي اربعة اربعة اتنين. اهو. قدامنا على الشاشة. اهو. وبالتالي تلاعبت عرضية. الاربعة عندهم زيادة عددية. لازم نخلي بالنا من الكرات العرضية. مهم جدا ياسر ابراهيم ومحمود متولي. ومعلول واحمد فتحي. حزاري. عضرتك كم واحد بيعمل الكسافة العددية. وهو ده المهم. ان احنا بنوري لحضراتكم الكسافة العددية الهجومية لنادي سانداون. اه. بعد كده اتفضل. النقطة التالتة بقى الدربات السبتة. دي النقطة التانية. اللي هي العرضيات. تمام. النقطة التالتة الدربات السبتة. بيعملوا فكرة جميلة جدا في الدربات السبتة وممتازة. ايه هي الفكرة. اول بس نشرحها. بعدين نشوفها فيديو. طيب. بيوقفوا حيطة من نفسهم. تمام. يعني حيطة يعني حيطة لعبة النادي الاهلي قدامهم قدامنا. اه. بيوقفوا حيطة تانية قدامهم عشان تعمل ايه? اسكرين على الحيطة. وعلى الحارس. تمام. ويقوموا شيطانها فجأة تيجي جون. يعني لو بصنا دي جات جون في اخر ماتش. نشوفها. نشوف. يلا. تفضل. تفضل. وقف وقف. ارجع. ارجع. بس. بص حضرتك الحيطة. اذا. اه هو ده. الحيطة التانية بتاعت دي الحيطة بتاعت. اهو. اهو. الحيطة بتاعت موجودة هنا في الجزء ده. تفضل. والفاول اصلا ليهم. اه. هم عاملين حيطة من نفسهم. وفي حيطة بتاعت الفريق المنافس. وبعدين كيكانة اللي هو رقم تمانية قائد. واحد من احسن اللعيبة اللي بتشوت ضربات سبتة عندهم. اه. اذا نحاول نقلل شوية ضربات السبتة اللي حاولين منطقة الجزاء. اللي حاولين منطقة مش عايزين فاولات. مالهاش لازمة مسلا حاولين منطقة الجزاء ليه? لانهم عندهم كيكانة. بصوا نكمل اللعبة. كمل اللعبة. شاطها راح جايبها جون. هم. بالتالي اللعبة دي قررت اكتر من مرة. تعالنا مرة تانية. تعالنا مرة تانية من اولها. ايه. بص احنا الفكرة الفكرة ان فيه حيطة ايه. الحيطة ايه. اه. دي الحيطة اللي وقفة في النص ايه. تمام. تمام? بيعملوها من تلاتة من اتنين. على حسب. على حسب الفكرة. وبالتالي احنا لازم نكون مخليين بالنا من الدربات السابتة. بعد كده برضو الدربات الروكنية. طيب. نرجع مرة تانية نشوف الدربات اللي. دي الدربة السابتة. اه. اللي هي واحدة من الدربات السابتة اللي موجودة لفريق اه. الدربات الروكنية بقى احنا جايبن لها صور. احنا اتكلمنا على المدافع مديشة اللي هو الباك اليمين. اه. ده مو احسن. لو بيالعب بقصوبة. اه. ده اه. الدربات الروكنية. لان هو اطول واحد عندنا. اه. فلازم وانت راجع تمسك مديشة اللي هو الباك رايت. اه. اللي هو بدقي النهاردة باك رايت. اه. في المباراة العودة هيلعب مساك. شمان. ده اساسي. مية في الملاي. ان هو هيرجع له الباك اللي منه جنجة. اه. فهيدخل مديشة كمساك. اه. ازا هو ده بيلعب بدماغه كويس جيد. اه. الحاجة التانية برضو البوسة هو بدقي به النهاردة فيه فيه لقاي. لقاي. لقاي الدربات الروكنية. وماذا يحدث فيه اه بالنسبة فريق سانداونز اللي اه. مصر حضرتك. الدربات الروكنية عندهم فكرتين. الفكرة الاولانية ان هي بتتلعب على مرتين. اه. يعني ايه مرتين? يعني بيجيله زميله سيرينو تحديدا. اه. بيقرب من اللي بيرفع. اه. وبعدين سيرينو يقوم عاملوا الاوفر. مين ده? مديشة. اللي قلت لحضرتك لازم مروان محسن يكون بيرقبه. اللي هو ده. لازم. ليه? لازم لان هو بيقرب اهو. اتلعبت وراح ايه? وراح بالزبط راح جابها بدماغه. اه. واتلعبت على مرتين. دي الفكرة الاولانية. دي الفكرة الاولانية. بتتلعب على مرتين. اه. دي اللي هي الفكرة اللي بيلعب عليها دي رقم واحدة. اه. اه. هو دي رقم واحد. فرح. اللي هو تلعبت على سيرينو اه اللي هو الاولانية عمل عرضية. مديشة دخل. لازم مديشة ده يبقى معامل روان. ما فيش نقاء يعني لازل. اه بصراح. رقم اتنين لا الصورة اللي بعدها. رقم اتنين اه. اه. فتحت لعبتها كابت ان اسلام على تلات مرات. دي خليها ان دي رقم اتنين. اه. حاضر. يعني ايه تلات مرات? يعني تلات لعبة. اه. نقص بثلات مرات يعني تلات لعبة. لما تتليعب على مرتين يعني اتنين لعبة. اهي تلات مرات. واحد اتنين. ده الباك الشمال انجرماني اللي هو مش موجوده النهاردة. اه. اaco افرق معهم من مديشة كالباكرايت ان هو هيبقى في الكرات السابتة دايما معها حد بيوجيد دربات الراس. هم هم اهم يعني تحديدا في اللعبة كمان في تحضير الهجمة مديشة. مديشة مميز بتحضير الهجمة. مميز بلعب دربات الراس. بيسجل اهداف من الدربات الركنية. وطبعا احنا اتكلمنا على خطورة الدربات السابتة. طيب. الحاجة اللي بعد كده بقى. اللي بعد كده. التمرير الطولي. اللي احنا اللي احنا قلناها. يلا. الفيديو بالزبط اللي احنا كنا منتكلم فيه اللي هو بيحضره على كيكانة ساعة ما اهو. اهو. بص حضرتك كيكانة لعب التمرير الطولي المين اللي في الاكازي. هي ضاعت. بس احنا جايبينها كهاجمة. بص بص التمرير الطولي اه. ابدأ. ماشي ماشي يا سويس سامير. ماشي ده كيكانة يا جماعة اللي بيعمل التمرير الطولي. اه. بص حضرتك بيلعب فين? بيلعب في اه. في المساحة. ارجع لي شوية وراء سبيل سمحت. ايوة كمل. كمل اللعبة. بس اوقف هنا. هو ازا بيلعب في المساحة الفاضية دي كلها. بصوا حضرتكم مساحة فاضية قد ايه في المكان ده? في المساحة اهو. اللي هي ظاهر علي معلوم. لما انكملها اهيت لعبة. اهو. ده الفي الاكازي اللي هو ده في الاكازي وده سرينو. اه. اهو. 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 هي ده المساحة الفاضية اللي دايما بيحاول. فيه لعبة فيه اهات بقى الفيديو اللي بعد ونفس اللعبة بالزبط بس جيال جونة هو بص كيف تنسان لعب التمرير طولي الفي لاكازي جابها جونة نفس اللعبة نفس اللعبة فمتحفظها ده شغل متحفظ كي كان لعب تمرير طولي اللي في لاكازي في لاكازي رح مسجل تمام وبالتالي انت لازم تخلي بالك من التمريرات الطولية هتهال من الاول تاني معليش يا سامينة عشان نبقى واغدين بالنا نفس اللعبة personagem اللعب كده كي كان لعبها اهو بص ايا دي القطعة نفس المساحة قطعة دايماً اللي ما بين اللي ما بين الاتنين ما بين الباك والمساك ما بين علي معلول وياسر إبراهيم إذن لازم أن دي الأهلي ياخد باله من هذا الموضوع المساحة إذا كان هناك مساحة فارغة ما بين الباك والشمال وإنها بتحصل طبعاً في أثناء المباراة طيب خلينا نروح لللي بعد كده اللي بعد كده بقى خطورة اللعب سيرينو إحنا قلنا في التشكيل إن في الأكازي ده بيتلعب له تمرير طوله هو سريع سيرينو أهم لعب في الفرقة كلها على المستوى الهجومي هو اللي بيتحرق دايماً على بره منطقة الجزاء بالشكل ده بره المنطقة أهو تلقيه هنا تلقيه هنا هنا ويصنع ويعمل جابهة يروح هنا ويعمل مسلسات مع زواني وجالي يعني هو اللي بيعمل تلقيه عامل مسلس مع زواني وجالي هنا هو أساس الفكر إن أدي جالي أهو أهو تلقيه عامل مسلس ثلاثة أهو برضو هنا يروح هنا سيرينو يعني أنت تحس إنه هو صنع علعاب أصلاً لكازي ومع سرينو ومع مابوي. اهو. والباك بتاعهم طبعا. اذا ايه دي المسلسات اللي بيعتبت عليها. اهي. اللي بيعملها مين? اهو. اهو. دايما سرينو هو اللي بيعمل المسلسات. اللي بيعملها مين? سرينو. لا لا سرينو لو جدنا الهدف اللي بعد كده هنبص على الحالة اللي بعد كده. هم. هنلاقي ان الفيديو. الفيديو ماشي. هنلاقي ان سرينو اتحرك يعني هو هو على الورق مهاجم. لكن هو برا المنطقة. هو دايما بيشتغل كصنع العاب. اهو. بص حضرتك. ده مين اللي بيرفع ده سرينو. ارجع كده. ده ارجواني واللي جاب الجون على فكرة ماركو افونسو مش موجود. ارجواني برضو. كويس ان هو مش موجود. فده اهو. ده المهاجم. اه. الاتنين ارجوانيين. بس سرينو ده اهم لعيف الفرقة. اكتر لاعب في صنع اهداف في دور المجموعات. عنده اسستات. اه. وتاني اكتر لاعب صنع فرص. معدل صنعة الفرص اتنين وتمانية من عشرة في المباراة الوحدة. يعني بيوصل زميله لجون تلات مرات في الماتش. طيب. كده اتكلمنا على نقاط القوة. كده نقاط القوة ونقاط الضعف بقى. نقاط الضعف بقى الايهل نستغله? انا شايف ان اهم حاجة عندهم واكتر حاجة. الباكين. والباك الشمال تحديدا. نقطة قوة ولكنها في نفس الوقت. النهاردة حسين الشحات. لو مركز ممكن يكون سر فوز الاهل بمشيء الله. اه. ليه? لان الجابهة دي تحديدا حسين الشحات اهو. حسين الشحات. اهو. 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 اي عملت مارك. ماشي خلاص يلا. كمل حسين الشحات اهي. اه. كلير. لا مارك. كملها كملها. اه. ماشي. حسين الشحات اهو. في المساحة الورا لبوسة. اهو. 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 افشة مهم جدا. اهو. ايوة. هي دي المساحة. المساحة المورا. المفترض يلعب عليها. اه. لازم نكسف العرضيات كمان من الجابهة دي. اه. اهو النهاردة ممكن يكون على فكرة كمان حاطت مديشة عشان خطورة عالي معلول عندنا. اه. هو عارف ان معلول واحد من اهم اللعيبة فحاطط له مديشة عشان يقفل عليه. يمكن لو استعرضنا اول فيديو معنا للنقاط الضعف. نبص على الفيديو الاولاني. خلانا نروح نشوف الفيديو الاول. اهو. فضل. فيديو. اهو. بص على داك ادي الجابهة الشمال. بص وقف وقف السمير. ادي الجابهة الشمال. بص على داك لانجر مان مرجعش وحتى اللي موجود كمان اللي بصها مبيرجعش. وسهل او ان انت تعمل عرضية. انا بتكلم ان حسين الشحات تحديدا. احنا عندنا الميزة دي. اه. بنشوف دايما افشا بيلعبها لحسين الشحات في ظهر الباكليفت. اي. حسين الشحات يقدر. لازم نكسف من الحتة دي الجابهة دي. اللي فيها احمد فاتحي. وفيها حسين الشحات. اه. مهم جدا. زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة. دي حاجة مهمة جدا. مساحة اللي خلف اقف زي ما انت سميلة سمحت. زي ما انت اقف. المساحة اللي هنا. احنا بتتكلم على كل المساحة دي. يقدر يلعب فيها. اه. حسين الشحات. واا احمد فاتحي في المباراة اه اليوم. اه. سواني خليها داك برضو. فارد. دي فيها برضو نقطة الضعف التانية. فارد. هم دايما اي فرقة بتلعب اربعة اتنين بيبقى عندهم مساحة في الزون فورتين. اللي هي ايه? اللي هي الفجوة اللي وراء اصناقي الارتكاز. اللي هي بيشتغل فيها مكان الفضي ده كله. اه اه. اه. واضحة. اللي هي اه. اللي هي اتبر الحتة اللي هي في وسط اللي هي العمق الملعب الزون فورتين. اه. المساحة اللي وراء الاتنين الارتكاز. اه. انا شايف محمد مجدي افشة. لو في حالته هيلعب عليه اتنين اجسام قوية جدا. هم. جالي وكيكانة. الصراع اللي ما بين جالي تحديدا. وما بين محمد مجدي افشة. ده اللي حيفرق في المباراة. اه. افشة لو في حالته بمشية الله في الحتة دي. يقدر يسدد. يقدر يجود خاصة ان انا شايف ان حارس المرمى عندهم. اه مميز. لكن التزديدات من برسة سهل ان انت تسجل فيه. محمد مجدي افشة مهم جدا يتحرك في المساحات اللي وراء الاتنين الارتكاز. الحسين الشحات في المساحات اللي وراء الباك الشمال مهمة جدا جدا جدا. وزي ما كلبنا على فجرة وسط الملعب. في حاجة كمان. فضل. احنا قلنا ان ميزتهم في الدربات الروكنية. هم. هم. في الدربات الروكنية اللي عليهم بيعملوا ايه? بيعملوا زون. هم. يعني ايه زون? يعني بتلاقي اللعيبة واقفة في مناطق في مناطقها. مش بياخد مان. يعني مثلا مش واحد مع مروان. واحد مع افشة. واحد مع غيلة. هم بيزون بيدفعوا في مناطق غسط ملعبهم. بنفسش يعني كده هو. واقفين. بالعمل مناطق مش مانتومان. ها. ولكن سهل جدا ان انت تسجل من ضربة روكنية. بصراحة. اه. تمام عموما ازا الباك ليفت والمساحة اللي قال في الباك ليفت. اه. الدربات السابتة. والدربات الروكنية. الدربات الروكنية. انا اسف. والمساحة الواضحة لدهر اه. اه. او خط وسط دادي اه. 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 انا انا مشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. ان شاء الله انا تمنى ان يتم تطبيق كل هذه الامور من خلال آآ. اه. شكرا جزيلا ان شاء الله نلتقي بعد نهاية المباراة. شكرا وبالتوفيق للنادي الاهل ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل تلاتة من نجمنا الكبار لتحليل أكثر عمقاً خلال أو لهذه المباراة مباراة دور الذهاب دور الثمانية ما بين النادي الأهلي والنادي سنداروس النجم الكبير كابتن فتحي نصير أيضاً النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير الكابتن أحمد بلال بعد هذا الفاصل